ازاي حضراتكم عاملين ايه كله تمام الحمد لله طيب بص بقى تعالى ناخدها واحدة واحدة وعاوزين نتكلم حبتين على مش بس بقى الفيروس المخلاوي والأوبئة والأمراض وازاي الوزارة بتتكلم انا عايز ابدأ من اول حدث مهم جدا حصل في مصر وازاي وزارة الصحة استعدت وعملت كل الاجراءات الممكنة ما اخد بالك عشان المؤتمر ده يطلع بالشكل ده وياخد كم الاشادات دي ده معناها ان الحمد لله والشكر لله ما فيش جهة واحدة فاتتها الفوتة فخليني الاول ارحب بضفن العزيز دكتور حسام عبدالغفار المتحدد باسم وزارة الصحة منور منور منورة دكتور ازاي الحقيقة لكله تمام عايز ابدأ الاول بيقاب 27 والوزارة استعدت ازاي اللي ده انا عايز اخذ حقيقك لابعد من مجرد الاستعداد الطبي للمؤتمر الاستعداد الطبي ده بدأ من قبل الكاب يمكن دكتور حالة عبدالغفار وزير الصحة كان بدأ بدري في تجهيز رجالته في الوزارة او القائمين على القطاعات المختلفة سواء قطاع الوقائي قطاع العلاجي الاسعاف الرعاية العجلة هيئة الرعاية الصحية ومستشفى شرم الشيخ الدولي الاغذية المطاعم العاملين في القطاع الصحي والتطاعمات احنا طعامنا تقريبا ما يقرب من 18 الف من العاملين في القطاع الصحي بجرعة انشطية من الكافيد 11 الف ومتين بتطعيم ضد التهاب الكابي دي ايه ده جزء كان كبير مستشفى ميداني لأول مرة متنقلة في الجرين زون مستشفى شرم الشيخ الدولي تحولت الى مستشفى خضراء يعني ايه خضراء يعني مستشفى مش بس بتقدم خدمة علاجية للمريض عشان يبقى صحيح لكنها كمان بتحافظ على صحة الاصحاء اللي بره المستشفى من خلال نفايات امنة من خلال استخدام طاقة متجددة من خلال استخدام الروبوتس استخدام الروبوتس فهذا زمين ما راحوا صوروا هناك بالضبط فاحنا ده جزء يمكن ان اول ما بنتكلم على دور وزارة الصحة الناس بتلتفت اولا الى الدور الوقائي والعلاجي والمية لكن الحقيقة فيه دور تاني قامت بيه الدولة المصرية داخل المؤتمر مرتبط بالفعليات اللي جوه المؤتمر مرتبط بالانشيتفز المبادرات اللي تبنتها الدولة المصرية في الوزارات ووزارة الصحة كان لها ثلاث مبادرات تم منقشتهم وطرحهم داخل المؤتمر المبادرة المرتبطة بالصحة الواحدة لانه دلوقتي ومن زمان يمكن لكن ده بقى اكثر وضوحا مع الكوفيد اللي هي من شأها حيواني وقفابة الانسان فالصحة ما بقتش بس انك تبقى صحة الانسان لكن بقت صحة الانسان والحيوان والبيئة كل ده مرتبط ارتبط وثيق ببعضه وانه لن يكون الانسان صحيحا إلا إذا كان الحيوان صحيحا ولن يكون الانسان صحيحا إلا إذا كانت البيئة المهيطة صحيحة فدي كانت مبادرة مهمة جدا الوان هيلث في يوم الساينس دي اللي كان فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وده بيقولك قد ايه الوزارات النهاردة بتعمل بشكل متكامل التعليم العالي والبحث العلمي مع الصحة والسكان عملنا الوان هيلث أو البيئة الصحة الواحدة يعني فيه initiative اطلقتها مصر وهي climate and nutrition وتأثير التغيرات المناخية على الغذاء اللي بيؤثر بشكل مباشر على الصحة دي مبادرة بقيادة مصر أطلقتها وزارة الصحة والسكان مبادرة تقليل التأثيرات الناتجة عن الانبعاثات الكربونية احنا مصر دولة ما بتطلعش انبعاثات كربونية كتير لكنها بتتأثر بالانبعاثات الكربونية والانبعاثات الكربونية او تغير المناخ الحقيقة ما بيعرفش الحدود وما بيفرقش ما بين الدول اللي في افريقيا والدول اللي في امريكا والدول اللي في اوروبا تغير المناخ يصيب الجميع وبالتالي الدول التي تصدر غازات كربونية عالية بتؤثر على الدول التي لا تصدر فمشاركة مصر كرئيس مع المملكة المتحدة او كوتشير في مبادرة الحفاظ او تقليل انبعاثات الكربونية من الدول اللي بينبعث من مصانعها والدول التي بتتأثر زي مصر بالانبعاثات الكربونية دي انشطة علمية وبحثية ومبادرات مرتبطة بالتغير المناخي قامت باطلاقها وتبنيها الدولة المصرية من خلال وزارة الصحة يمكن ده ما الناس ما خدتش بالها منه وانا بنتكلم على دور وزارة الصحة في المناخ ده مش بس كان الصحة انا بكلم على الصحة وعلى التعليم العالي والبحث العلمي على البيئة على الخارجية على الزراعة احنا برضو مع وزارة الزراعة انت النهاردة كان فيه جلسات تتعلق بالمناخ كان فيها سيد وزير الزراعة في الوان هيلف تحديدا سيدة وزيرة البيئة سيدة وزيرة الصحة سيدة وزيرة تعليم العالي كل دول كانوا قاعدين على مائدة واحدة طاولة نقاش واحدة مع الفاو منظمة الاغذية منظمة الصحة العالمية مع كل المنظمات الاممية بنتكلم في مصر ازاي نتحرك نحو الحفاظ على المناخ طيب ده ده يمكن هيخدني على مسألة انه على ما يبدو صححة انه انا غلطان يعني كل التأثيرات اللي بتحصل على الكوكب بتؤثر بطبيعة الحال على الحياة البيولوجية وعليق الفيروسات والامراض والأوبئة والبكتيريا هي كمان بتتطور او بتتحور وطريقة عملها وفعليتها بتختلف صحيح وده يا خيني بادي قعد اسأل طب حضراتكو كوزارة صحة وكأطباء هتتعاملوا مع ده ازاي في ظل مثلا ان احنا عندنا كل المتغارات المناخية وعندنا اختلافات كمان بتحصل في طريقات الحرارة حتى عندنا في مصر الحر بقى زيادة والشتة بقى زيادة او البرد بقى زيادة واحدة كمواطنين هنعمل ايه مما لا شك فيه ان تغير الجو بيرتبط ارتباط مباشر وعلى صيق بالكثير من سلوك المسببات الامراض سواء كانت ناقلات الامراض دي حشرية او فيروسية او بكتيريا لكن على سبيل المثال الجفاف اللي بيبقى موجود في بدايات الخريف وفي جو الشتة بيساعد على زيادة نشاط الفيروسات التي تطيب الجهاز التنفسي سلوك الانسان في الشتة اللي هو بنقفل على نفسنا ما بنهويش بنحاول نعط في اماكن مقفولة عشان البرد بيساعد على انتشار الاصابة بالفيروسات التنفسية الاغشية المخاطية اللي موجودة في الانف اللي هي المنافذ اللي بيدخل منها الهواء اللي وبتفرز السائل المخاطي عشان تمنع الفيروسات بيقل افرازها في الاجواء الجافة فده بيخلي الفيروسات تنتشر بشكل اكبر احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ان احنا لا نؤثر على الكوكب طيب السؤال اللي بيسأل نفسه هو التأثير والحفاظ على المناخ هو ده دور الحكومات ولا دور الافراد؟ اعتقد ان ايه؟ الحقيقة انه بيبدأ بالافراد لانه السجاير اللي بيدخنها الافراد بتؤدي الى تدمير الاشجار بما يقرب من 6 مليون شجرة سنوية عشان زراعة التبخ عشان زراعة التبخ وتقليل الرقعة الزراعية في غير التبخ فانت النهاردة بتتكلم على سلوك فردي لكنه يؤثر على الكوكب سلوك فردي يؤدي الى نشاط صناعي فيؤثر على الكوكب فالبداية بتبدأ من الافراد وينظم بقى الافراد دي لحكومات ويقول لي احنا لنا دور كافراد اه لنا دور اقولها حقيقة معلومة يمكن ودي كانت دراسة عملت وتقالت في الكوكب انه المنشآت الصحية سواء كانت مستشفيات او مصانع ادوية مسؤولة تقريبا عن 4-4.5% من الابعاثات الكربونية اللي بتطلع 40% من الـ 4.5% دي بتيجي في الرحلة اللي بيعملها المريض من البيت وللمستشفى واللي مر لانه وسائل المواصلات والانتقال فاحنا لو قدرنا النهاردة ودي مبادرة رئاسية الحقيقة ممكن من بدأت من اكتر من 3 سنين وهي مبادرة التشخيص عن بعد وتلتمية واحدة التشخيص عن بعد اللي وجه بها السيد الرئيس والنهاردة شغالين على الارض شغالين 150 واحدة والمية وخمسين التانيين دخلين في الطريق ده من شأنه ان يقلل رحلة المريض وبالتالي هيقلل الـ 40% من الـ 4.5% اللي بتسببها المنشآت الصحية في الانبعاثات تقريبا 2% من الإجمال فانت بتتكلم فيه سلوكه والدولة تحركت من قبل موتار المناخ من 3 سنين في مبادرة السيد الرئيس للتشخيص عن بعد اللي هو بقى العالم كله بعد الكورونا اكتشف ان التشخيص عن بعد ده بعد ان كان استراتيجية بقى حتمية صح ومشتركة فيه برضو ودارة التعليم العالي ودارة الصحة ودارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات فالتغير المناخ في البداية يبدأ من سلوك الأفراد حلو جدا طبعا ناس ازا هروح لفاصل وعايزة ارجع بعد الفاصل نرجع لما يطلق عليه بقى طب قح الموضوع بتاع الفيروس المخلاوي احنا كنا تكلمنا في التليفون علي من حوالي أسبوع عشر تيام ما عايزة فام اكتر ودي نعرف اعراضه اكتر وهنا تتعامل معا ازاي خصوصا انه احنا عندنا الاسرة المصرية مشهورة بايه بقى انزل عالصادلية هات المضاد الحيوي فاصل ونكمل الكلام اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وكل الترحيب وضفنا العزيز جدا دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصح ارجع بقى على الفيروس المخلاوي اسمش اسمه كده وادوار البرد والانفلونزا والجهاز التنفسي اليومين دول وزي مكنت بقول لحضرتك واشهر حاجة عند الاسرة المصرية انزل الصيدلية هات المضاد الحيوي ايه الفيروس ده؟ طيب في سنة 1956 اكتشف العالم انه هناك فيروس يصيب الجهاز التنفسي في الانسان وينتقل عن طريق الرداد اسمه RCV او ريسبايراتري سينشل او سينسيتيل فيروس ترجمته بالعربي البسيط الفيروس المخلاوي التنفسي يعني ايه مخلاوي ودي ممكن اول مرة اقولها هو بيعمل لما بيصيب الخلايا التنفسية بيجمعها مع بعض فبدل ما كانت الخلية بتشتغل وتتعامل مع الاكسوجين وثاني كتير الكربون بيجمع كل الخلايا كده في كتلة واحدة فبتفقد قدرتها على اداء وظيفتها التنفسي عشان كده لو فكينا المخلاوي هو فيروس الخلايا التنفسية المندمجة فهمت اول مرة عرفت معنى كلمة المخلاوي الحقيقة اول مرة تتقال بشكل في الميديا يعني هو بيدمج الخلايا التنفسية اللي المفروض كل خلية بتقوم بوظيفتها الى كتلة لا تقوم بعملها وبينتج عنه بقى الالتهابات والافرازات اللي بتعمل استفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والرشح والاعياء والصدح طيب هو 1956 بيجي في الموسم بتاع الفيروسات التنفسية اللي احنا لسه بنتكلم عليه الخريف وبدايات الشتاء ينتشر اخر انتشار كان عندنا ليه في سنة 2019 يعني كان عندنا قبل كده اه بيجي كل سنة وهيبقى عندنا بعد كده خالص من 1956 اوكي 2019 كان عندنا تقريبا احنا النهاردة بنقول ان نسبة انتشاره دي مسألة بس عشان احب اكد عليها مش نسبة انتشاره وسط المصريين لان الدات قال ان احنا عندنا 73% من المصريين عندهم لا هو مش 73% من المصريين 73% من اللي عندهم اعراض تنفسية يعني اللي عنده اعراض تنفسية رشح وكذا من كل مية في 73% بعد اما وسعنا الدراسة بقت تقريبا في حدود السبعين في المية عندهم الاعراض دي السببها الفيروس المخلاوي او فيروس الخلايا التنفسية المندمجة او الار سي في في سنة 2019 احنا السنة دي بنتكلم في 69% في سنة 2019 كان نسبة انتشاره من ال 65% الى تقريبا ال 68% تقريبا احنا نتكلم في فرق 5% فده كان موجود ولو احنا رجعنا للجرائد والميديا في 2019 كنت برضو هتلاقي نفس الكلام الانفنوانزة الشديدة الانفنوانزة المخسلية فالانفنوانزة اللي جاية مش عارف منين لكن هو ده اسمه هو اللي بيجي كل سنة مفيش اي تغير اه اه ار سي بي هو بيصيب الاطفال بشكل اكثر لانه اعراضه بتظهر في الاطفال بشكل اكبر بيصيب الكبار اه لكن في اغنب الاحالان بيبقاش فيه اعراض ولما بيبقى فيه اعراض من كل مية عندهم الاعراض 98 بيخفوا اما بدون علاج او بمخفضات الحرارة والادوية اللي بتقلل من الاعراض فيه واحد الاثنين في المية بيحتاجوا يخشوا مستشفيات اللي بيخشوا مستشفيات دولة سبعين في المية تقريبا منهم بيحتاجوا مجرد اكسوجين والاجل الحساسية وجزء منهم بيحتاج بقى انه ياخد جلسات نيبولايزر عشان مسألة التنافس طيب هل هو مقلق لا هل هو جديد لا هل هو خطير الحقيقة خطره اقل من الفلوانسو هو عراضه اشد لكن خطره المراضي اقل في الولايات المتحدة الامريكية كل سنة في تقريبا 2 مليون و 1 من 10 تردد على العيادات والمستشفيات عند الاطفال بسبب الارسي في ده كل سنة كل سنة فيه على الرقم اللي عندهم احنا بتكلم في رقم 300 و و شوية مليون فيه ما يقرب من 50 ل 60 الف بتحجده في المستشفيات سنويا من الاطفال بسبب وده فهذا هو الواقع طيب امتى نقلق لو ارتفعت درجة الحرارة لمدة ثلاثة ايام او زيادة بدون الاستجابة للمخفضات او بقى فيه اعراض تنفسية صعوبة تنفس شديدة اللي بتظهر في صورة زرقان سواء في الاخشية المقاطية في الفم في الجلد دليل على نقص الاكسجين ساعتها ده لازم انا اروح المستشفى عشان يتم التعامل مع الاعراض الشديدة دي العوامل الخطورة او اللي بتخلي فيه خطورة هو انه ييجي للاطفال حديثي الولادة او المبتسرين او الاطفال اللي عندهم عيوب خلقية او عندهم نقص في الجهاز المناعي لأي سبب واللي زيهم بالضبط الكبار فوق الخمسة وستين سنة اللي عندهم ضعف في الجهاز المناعي او اوراض مزمنة دول محتاجين ناخد بالنا واحنا بنتعامل معاهم لانهما مش لانه المرض خطير لكن لوجود هذه العوامل قد يجعل المرض اكثر خطور طيب نعمل ايه هو فيروس تنفسي ينتقل عن طريق الرداد فبالتالي الاجراءات الاحترازية اللي كنا بنستخدمها مع الكورونا وهي التطهير المستمر غسل الايد ارتداء الكيمامات في الاماكن سيئات التهوية والمغلقة والمزدحمة الاكل عشان يرفع المناعة لانه الناس اللي منعتهم كويسة تقريبا بيعدوا بلا اعراض التهوية الجيدة ده اللي المفروض الاسرة المصرية تعمله طيب لما يبقى عندي طفل او كبير عنده الاعراض ما فيش داعي لي الاحضان والتقبيل اللي احنا بنعملها بشكل مستمر مع الاطفال هل يروح المدرسة اللي عنده في الوانزة وحضر الهرام يروحش المدرسة يعني ليه ده العادي يعني ده ده التصرف الطبيعي يعني وهناك فارغ ما بين اننا عندي بارد فما مش روح المدرسة وما بين انه الدولة تتخذ قرار بكده ما فيش دولة ولا منظمة صحية عالمية او غير عالمية قالت ان الدول لازم تاخد اجراءات منها تعطيل مصالح او تعطيل دراسة بسبب الارسبي هل يروحش الاسبانية يعني فالموضوع فارغ كبير ما بين الحاجتين طيب ولكن هي الادوية التي تتعامل مع الاعراض الكحة بناخد ادوية للكحة الحرارة بناخد محافظات للحرارة السوائل الدفية والسوائل الكثيرة والتهوية الجيدة ما فيش لقاح وصحيح في اخبار متدولة انه في لقاح بس زي ما قلت حقيق كده انه من سنة 1956 وبينتشر بنفس الطريقة وفيه اتنين واحد معاش ده سنويا ده على موقع CDC سنويا بيروحوا من 56 لحد دلوقتي ما حدش فكر يعمل لقاح يعني ده معنا المضوع انه يعني ايه اللي خليهم النهاردة في 22 لانه بدأ ينتشر اخبار كده وشركة مش عارف ايه وشركة يعني ليه ما هو من 56 موجود طيب ده ده بالاجمال هل هل هناك ما يدعو للقلق اطلاق الاب والام يبطلوا يدو ادوية ده شيء مهم جدا هل المضادات الحيوية فعالة او لها اي دور في التعامل مع هذا الفيروس الحقيقة انه لا المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات والمضادات الحيوية لا تصرف الا بوصف الطبيب وبعد الكشف على الطبيب وخلينا اقول هو اسمه مضاد حيوي انا عايز اضيف اقول المضاد الحيوي ضد الحياة الصحية السليمة او ضد الصحة السليمة عندما يؤخذ بلا وصفة طبية صح هو مضاد الحياة فلو مش مكتوب يبقى انت بتدمر الحياة هو ده مضاد البكتيريا تتغلب على ما نملكه منضاد حيوية وساعتها مش هنعرف نعالج بسبب ان احنا بنستخدم المنضاد الحيوية بشكل غير مبارا انا اديت البكتيريا درس بقى خلاص اديت لا مناع انا انا اعمل احسابك انا جاي بالضبط كده وده وده يمكن الناس عندها قانعات انا كطبيب بقى بعجيدا عن المتحدد ان انت ايه الناس لما بيظهر مضاد حيوية جديد هتبدأ الناس بتهجم عليه هجمة عظيمة ويبضلوا يستخدموه سنة واثنين بلا اي مبرر طبي لانه خلاص هو لما بياخدو وبعد سنة او سنة وشوية يبدأ ايه مش يقول ان انا من كتر استخدام لده خلقت نوع من المقاوم عندك لكن الناس ما بقاش عندها ضمير بقاش بيعملو زي الزمير المضاد الحيوية كانت زمان باخد القرسة خيف دلوقتي ايه عشان الحقيقة انه مش الناس ما عندنا ايه هو الحقيقة ان انت اللي ما عندكش ضمير في التعامل مع صحتك انت ده ببسط ده اصدقى دايما فيه كده مقولة بتاعتنا في مصر يقولك انا روح تواخد المضاد الحيوية مع بداية الدرق عشان اكتمو وبياخد المضاد والحقيقة احنا مش بس بناستخدم كل الاشياء التي تجعل البكتيريا تنتعش وتعيش في تعادة وتخلق اللي هو ايه ياخد المضاد الحيوية بيلا وصفة طبية وياخده دايما حريك بتقول كده في بداية الدور اللي هو يوم يومين ويبعد يروح رميه وممكن يوزع منه بقى العلبة الواحدة تتوزع على بيئة العيلة فكل واحد خد له يومين اللي هو كده فكل الاشياء التي تساعد على تطور المقاومة من البكتيريا وموضاد الحيوية احنا بنعملها انا بساعد البكتيريا وبعدين اه بمساعد البكتيريا انا اوفر لها بيئة ملائمة صحية عظيمة للانتعاش وبعد كده اقول الناس ما بقاش عندها نمير الناس وماتش تصنعها احصارة ده وابقاش زي زمان فين ايام زمان انا كنت تاخد الكابسولة من هنا فالحقيقة ده خطأ كبير وشائع ومدمر دكتور كان مجارة العادة بنزعجك وبنوجع دماغك وبنصهرك معنا في البرنامج وبنكلمك كتير في البرنامج وبرى البرنامج انت مش عارف اشكرك ازاي حقيقي يعني انا دائما اسعد بصنع البديجة ربنا يخليك رب حقيقي احنا فعلا بنبقى ساعدين جدا بوجودك وبنبقى ساعدين جدا بسماع صوتك اللي بتاكو متواجدا معنا داخل الستوديو كل الشوكو لك يا دكتور حسام شكرا دورت وشرفت دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ثواني هتلاقوا كريم رمز يدخل وهيحكي لكو الحدوطة بتاعة الماتش بتاع السعودية والارجنتين والف مليون مبروك مرة تانية وهيحكي لكو حدوطة الماتش بتاع فرنسا اللي كان شغال من شوية وهيتوقع لكو اكيد النتائج بتاعة ماتش المغرب بتاع بكرة وكمان تحليل الماتش بتاع تونس بتاع النهاردة دي حواديد كتير جدا ده النهاردة مع كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة اما احنا لو كان لنا العمر نقابلكم بكرة ان شاء الله وبرنامجيكم التاسعة سلامات